نور تقول هل صحيح أنه ما يجوز الإلحاح على الشخص المقترض في سداد الدين إذا كانت حالة معسرة أخت نور بارك الله فيك يقول الله جل وعلا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ إِي رَجُلْ أَوْ إِمْرَأَةٍ وَقَعَ فِي الدِّينَ وَأُعْسِرَا ما عنده القدر على السداد فنظرة إلى ميسرة جماهير الفقى يذهبون إلى أن الإنظار إنظار المعسر واجب فأنت تطالبه لكن ما تلجئه إلى قضية أنه والله تهدد بالسجن تهدد بكذا إلا إذا ثبت لديك بأنه مماطل وعنده قدرة على السداد وعنده أشياء ثانية ممكن يسددها نعم أما قضية لا معدم ما عنده شيء لا عنده راتب ولا عنده شيء ولا عنده دخل مثلا وقع الآن يجب أنظاره هذا من حق المسلم على أخي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من نفس كربة مسلم نفس الله عنه كربة من كرة بيوم القيام ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر ترجمة نانسي قنقر